إنه دخل المسجدة وكان مسبوقا بركعة عن الإمام ثم انتقد وضوء الإمام وقدمه لتكملة الصلاة فماذا يفعل؟ نعم هي الصورة موجودة لكن كيف يكون مسبوقا ويكون في الصف الأول؟ ربما لا يوجد إلا قلة من المصلي عموما سأجاوب على الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو دخل مسبوقا والإمام حدث له عارض فقدمه والإمام لا يعرف ممن خلفه من المسبوق من غير المسبوق فتقدم ولو شك لو كان يعلم أن الذي بجواره لما قدمه الإمام الذي بجواره لم يكن مسبوقه وقدمه وقدمه ليس الإمام ولكن هذا الذي أشار إليه الإمام يقدم غيره المسبوق خلص خلصنا من الخلاف الذي سيأتي وربما يؤدي إلى حدوث خطأ بين المصلين لكن هب أنه تقدم عليه أن يراعي ترتيب الإمام كأنه يصلي خلفه يعني الإمام كان في الركعة الثانية هو في ركعة الإمام يجلس كما يجلس الإمام يقرأ كما يقرأ الإمام يفعل كل شيء كما يفعل الإمام كأنه هو يصلي خلفه يصلي خلفه لكن بقيت عليه ركعة ماذا سيفعل ماذا سيفعل ولا يستطيع أن يسلم يأتي في الركعة الباقية المأمومون يعلمون أنه الآن توجد زيادة ركعة إن كانوا يعلمون لأنه يوجد بعض المصلين الأئمة تسهى أو تخطئ ولا أحد من السرحان لا أحد يتذكر لا أحد يتذكر ولا يذكر الإمام فالمأمومون يجلسون يشيروا إليهم يشيروا إليهم وعندما يقوم ليأتي بالركعة المسبوق فيها فقبل قيامه يشير إليهم أن يجلسوا يشير إليهم أن يجلسوا ويقوم هو يأتي بالركعة الأخيرة المأمومون ماذا يفعلون إن انتظروه فسلموا معه فجائز إن انفصلوا عنه فجائز فالصورتان جائزتان والله أعلم إذا قلت أنا في أول كلامي إن الإمام لو قدموا الإمام ليعلم أنه مسبوق المأموم فأشار لواحد آخر لم يكن مسبوقا فذلك أفضل لأن الكثير من المصلين ليعرفون الأحكام وربما يوقفون خلفه والله